أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله عز وجل في سورة هل أتى على الإنسان وتسمى سورة الدهر وتسمى سورة الإنسان وهي سورة مكية بالاتفاق نزلت قبل الهجرة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بالركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الركعة الثانية يعني بعد الفاتحة يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر وهذه السورة على طريقة السور المكية في تقدير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء كاليوم الآخر كالإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وذكر الخلق والبعث ونعيم الجنة وعذاب أهل النار يقول ابن تيمية سورة هل أتى على الإنسان سورة عجيبة الشأن من سور القرآن على اختصارها فإن الله عز وجل ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان ثم بيّن سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الإنسان إما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر ثم بيّن بعد ذلك عاقبة هذا الذي سلك طريق الشر وعاقبة وجزاء هذا الذي سلك طريق الخير ثم بعد ذلك ختم السورة بالأمر بالصبر لأن الحياة حياة الإنسان لابد ما يناله من خير وإيمان ونعيم في الآخرة لا يمكن يحصل له لولا أنه صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله ثم بيّن سبحانه وتعالى في ختام السورة أيضاً أن العبد يفعل الخير ولكنه لا حول له ولا قوة إلا بالله فهو يشاء الخير ويريد الخير ولكن إشاءته وإرادته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا إجمالاً ما تعرضت له هذه السورة الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً هنا خبر من الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه فقال هنا هل أتى على الإنسان وهل هنا بمعنى قد يعني قد جاء يوم على الإنسان وهو لم يكن شيئاً مذكوراً لم يوجد أصلاً وإنما أوجده الله عز وجل بعد ذلك وخلقه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج يعني أخلاط والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض قال ابن عباس من نطفة أمشاج يعني من ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعاً واختلطاً ثم ينتقل بعد ذلك من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون فإذن الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة صفة هذه النطفة أنها أنها أمشاج يعني مختلطة أمشاج ثم قال تعالى نبتليه كما قال سبحانه في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فجعلناه سميعاً بصيراً جعلناه سميعاً بصيراً يتمكن بهما من طاعة الله عز وجل ومن معصيته فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل واضحنا له وبينا له وبصرناه بطريق الخير وطريق الشر كما قال تعالى وَأَمَّا ثَمُودُوا فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وقال تعالى وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ وَهُمَا طَرِيقُّ الْخَيْرِ وطَرِيقُ الشر يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر إما شاكرًا وإما كفورًا يعني فهو على تقدير ذلك إما شقيٌ وإما سعيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مُوبِقها كل الناس يغدو كل يخرج من بيته فإما إنسان يسعى في فكاك رقبته وإعتاقها من النار وإما شخص يسعى في إباقها وإهلاكها وطغيانها إما شاكرًا وإما كفورًا وطبعًا كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدأ إلى خلق الله وقال وروا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من خارجٍ يخرج إلا ببابه رايتان ما من خارجٍ يخرج إلا ببابه رايتان رايةٌ بيد ملك ورايةٌ بيد شيطان فإن خارج لما يحبه الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خارج لما يسخط الله عز وجل اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته ثم قال تعالى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا يُخْبِرُ عز وجل عما أرصده للكافر من العقوبة والنكال والسلاسل والأغلال والسعير والحريق والغساق في نار جهنم كما قال تعالى إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِم وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُون في الحميم ثم في النار يسجرون ولما ذكر ما عده لهؤلاء الأشقية من السعير والنكال والعذاب ذكر ما عده للأبرار كما في آيات القرآن أنه مثاني يذكر الأبرار ثم الأشرار يذكر أهل الجنة ثم أهل النار يذكر أهل الخير ثم يذكر أهل الشر فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يعني ما هؤلاء الأبرار هؤلاء الأخيار يشربون من كأس في الجنة كان مزاجها يعني خلطها وما تخلط به هو من الكافور وهو الشراب الطيب في الجنة عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً أن يشربون ويروون ولهذا قال عيناً يشرب بها لماذا ما قال عيناً يشرب منها عيناً يشرب منها قال يشرب بها هل مر بكم ما يسمى بالتضمين التضمين مر بكم هذا هو التضمين الشارب قد يشرب ولكنه لا يروى الشارب قد يشرب ولكن لا يروى فإذا قيل يشرب منها لم يدل على الري لم يدل على الري وإذا ضمّن معنى الري قيل يشرب بها وصار دليلاً على الشرب الذي يحصل به الري وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية ولهذا قال الله عيناً يشرب بها عباد الله أن يشربون ويروون قال يشرب بها ولم يقل منها لأن الفعل يشرب ضمّن معنى يروى لأن الفعل يشرب ضمّن معنى يروى فهو أبلغ مما لو قال يشرب منها قال عيناً يشرب بها يعني يشربون ومع الشرب يحصل لهم كمال الري يحصل لهم كمال الري فهذا شرب خاص قال عيناً يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً يصرفون يصرفون هذه الأعين كما يشاءون وأين شاءوا في قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم فالتفجير فالتفجير هنا الاتباعي يعني يجعلونها تتبع ما شاء كما قال تعالى وَقَالُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّهَا تَفْجُّرَنَا مِنْ الْأَرْضِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا وَمَا أُجَبَهُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا نَذَرُوا يُوفُونَ بِالنَّذَرِ قال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَذَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا شَرُّهُ مُنْتَشِرٌ عَامٌ عَلَى النَّاسِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فهو يوم شَرُّهُ مُمْتَد ومنتشر وفاشٍ على النَّاس إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهَ فَهُمْ يَخَافُون مِمَّا يَحْصُل في هذا اليوم فلما خافوا في الدنيا أمن الله خوفهم يوم القيامة لأن من خاف مقام ربه خاف الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا فإن الله يؤمنه يوم القيامة والجزاء من جنس العمل أما الكافر فإنه لما أمن يوم القيامة صار أشد الأيام عليه قال الحسن ما يجمع الله على العبد خوفين يعني أنه يخاف في الدنيا ويخاف في الآخرة كما أن الله ما يجمع للكافر أمنين يأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة ذكر الله من صفات الأبرار قال وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مع أنهم يحبون الطعام لأن أفضل الشيء أنك تعطي الشيء وأنت تحبه كما قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما مما تحبون فهم يطعمون الطعام ولا شك أن يطعام الطعام من أسباب دخول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف لكن من يطعمون مع أنهم يحبون الطعام يطعمون الطعام على حبه مسكيناً وهو الذي أسكنه الفقر وأذلته الحاجة مأخوذ من المسكنة وهي الذل والانكسار والانكسار فهو مسكين لأن أذلته أسكنه الفقر وأذلته الحاجة مسكيناً ويتيماً وهو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ وأسيراً المسجون يعني المحبوس أو الذي أسر في الحرب فهم يطعمونه ويفدونه حتى يخلصوه مما وقع فيه وهم مع ذلك مع إطعامهم لهؤلاء يقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله قال مجاهد وسعيد بن وجوبير أما والله ما قالوه بألسنتهم أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب حتى هم لو فرض أنهم قالوا بألسنتهم فهذا لا يليق بحالهم لأن الإنسان الذي هو مخلص في عمله لا يقول عن نفسه إنه مخلص وهذا مما يؤيد ما قاله مجاهد وسعيد بن جوبير رحمهم الله أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب إنما نطعمكم لوجه الله وأفضل العمل أن تعطي وأنت لا تريد من إعطائك الناس جزاء ولا شكورا فأفضل ما يكون أنك تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى تعطي وأنت لا تريد جزاء ولا شكورا وأيضا يدخل في هذا في قوله في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما وأسيرا يدخل في هذا الإحسان إلى الخادم وإلى الرقيق المملوك فهو يدخل في هذا الأمر إنما نطعمكم لوجه الله يعني رجاء ثواب الله عز وجل ورضاه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نحن نريد منكم تثنون علينا بألسنتكم ولا تكافئوننا على ذلك فهم يريدون أن يكون أجرهم خالصا لله ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا أعطيت المسكين فقال لك جزاك الله خيرا حتى تخلص لك صدقتك ومن هنا ننبه أن من الناس من إذا أعطى المسكين أو الفقير يقول ادعو لي ادعو لي والأحسن أن لا يقول ذلك بل إذا دعا لك رد الدعاء بمثله حتى تخلص لك صدقتك فإذا قال لك المسكين والفقير جزاك الله خيرا قل وجزاك خيرا حتى تكون ممن قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا عكس من لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فهؤلاء هؤلاء عكس من وصفوا بأنهم يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى ويريدون من الناس يطلبون من الناس أن يثن عليهم بذلك لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا إننا نخاف من ربنا إننا نخاف من ربنا إنما نفعل هذا ونطعم الطعام لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في ذلك اليوم العبوس القمطرير هذا اليوم الطويل الشديد الضيق العظيم فهو يوم عظيم جدا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيري قولي تعالى يوما عبوسا قمطريرا قال ضيقا قمطريرا طويلا ضيقا قمطريرا طويلا كما قال عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما هو جزاؤهم بعد ذلك قال الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم وهذا من باب التجانس البليغ فوقاهم الله الشر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا بدل عبوسا قمطريرا نظرة وسرورا أمنهم الله مما خافوا ولقاهم نظرة في وجوههم تعرفوا في وجوههم نظرة نعيم وسرورا في قلوبهم قال تعالى وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة لأن القلب إذا سر استنار استنار الوجه القلب إذا سر استنار الوجه ولهذا قال كعب بن مالك في حديثه الطويل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام وجزاهم بما صبروا بسبب صبرهم وإعطائهم وإطعامهم رجاء ثواب الله وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرة جزاهم بما صبروا جنة وحريرة لأن الجنة فيها كل شيء والحرير لباس الظاهر بأنواعه كما سيأتي تفصيله في قوله تعالى متكئين فيها على الأرائك يعني في الجنة متكئين مع ما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ الله عليهم من الفضل والخير والسرور متكئين فيها على الأرائك وقد مضى في سورة الصافات ما يتعلق بالتفصيل في هذه العايات الكريمة الاتكاء هل هو الاضطجاع أو هو التربع أو التمكن في الجلوس والأرائك هي السرر تحت الحجال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ما عندهم في الجنة حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي مزاج واحد دائم صرمدي لا يجدون فيها يعني حرا ولا بردا ولا يبغون عنها حولة ودانية عليهم ظلالها قريبة أغصانها قريبة إليهم أغصانها وذللت قطوفها تذليلا وذللت قطوفها تذليلا فهي دانية عليهم الأغصان ومع ذلك مذللة عليهم قال قتاده مذللة يعني لا يرد لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد فهي لا تزعجهم ولا تؤلمهم ولا تؤذيهم وذللت قطوفها تذليلا ثم قال تبارك وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا فالقوارير هي الزجاج أخبر الله عز وجل عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها بصفة الزجاج وشفافيته قال ابن القيم وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها هذا من أحسن الأشياء وأعجبها الآن الآنية مخلوقة من ماذا؟ من فضة من فضة وبصفة الزجاج وشفافيته يقول ابن القيم هذا من أحسن الأشياء وأعجبها وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج بعض الناس يمكن يفهم منها من زجاج ما يعرف القوارير من زجاج فقال قواريرا من فضة يعني مع حسنها وكون مادتها من فضة وشفافيتها فهي أيضا هي قوارير ومن فضة وليست من زجاج لأن الناس اعتادوا أنهم ما يرون القوارير وشفافة إلا إذا كانت من زجاج فأخبر الله أنها شفافة وأنها أيضا من فضة وليست من فضة الدنيا بل هي من فضة الجنة قوارير الجنة من الفضة اجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير يقول ابن قتيبة وكل ما في الجنة من الأنهار وسروريا وفرشيا وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسمى كما قال ابن عباس قوارير من فضة قدروها تقديرا يعني جعل الشيء بقدر مخصوص محدد لا يزاد فيه ولا ينقص وهذا أبلغ في لذة الشارب أنت الآن لو شربت بكأس ماء لو شربت بالكأس ماء هل يستوي في اللذة شربك بالكأس أو شربك بقدر كبير أكيد شربك بالكأس ما يساوي شربك بقدر كبير وإن كان الماء لبالقدر الكبير ماء بارد وهذا ماء بارد بالكأس لا يستويان ولهذا الله سبحانه وتعالى قال قدروها تقديرا في على قدر الشارب الكأس هذا لو كان كبيرا يسع مثلا خمسة لتر من الماء ما كانت لذته مثل لذة ما يحمل هذا الكأس في الشرب فلهذا الله سبحانه وتعالى قال قدروها تقديرا جعل الشيء بقدر مخصوص بحيث يكون أبلغ في لذة الشارب لأنه لو نقص عن لذته لا نقصت اللذاذة ولهذا أنت لو شربت بالبيالة كأس الشاي الشاي ماء ما يكون لذة مثل لو شربت بالكأس لأن الكأس الشاي أو البيالة بيالة الشاي ما تكفيك والقدر فوق حاجتك فأفضل وألذ ما يكون الشرب أن يكون بقدر يكون بإناء قدر ما ترتوي ولهذا قال قدروها تقديرا أي قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص بل هي معدة لذلك بحسب ري صاحبها وهذا أبلغ في الاعتناء والكرامة والشرف أنت لو جاءك ضيف أعددت له ماءا بقدره لا شك إن هذا زيادة في الاعتناء وزيادة في النعيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا يعني يسقى الأبرار في هذه الأكواب كأسا من خمر من خبر الجدة كما قال الله تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين كان مزاجها زنجبيلا تارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر وهؤلاء وهؤلاء من يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة أما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا كما قال قتادة وغير واحدة من المفسرين يشربون هؤلاء يمزج لهم وهؤلاء وهؤلاء يشربون صرفا وقد تقدم قول تعالى عينا يشرب بها عباد الله وقال هنا عينا فيها تسمى سلسبيلا أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا وهي اسم عين في الجنة سميت سلسبيلا لسلاسة مسيلها ووحدة جريها وقال قتادة عينا فيها تسمى سلسبيلا عين سلسة مستقيد ماءها المهم أن هذا نوع ولون من نعيم أهل الجنة ولهذا قال الله عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا هذه صفة الخدم فكيف بصفة المخدومين الله أكبر ويطوف عليهم يدور على الجنة يخدمهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم من جمالهم وبهائهم وصفاء وجوههم ووسامتهم وحسنهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وهذا أحسن ما يكون من التشبيه وأعظم ما يكون من التشبيه لأن اللؤلؤ المنثور على المكان من أفضل ما يكون من الأشياء ثم قال تعالى مبينا زيارة نعيمة الجنة وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن من أهل الجنة من ينظر في ملكه ألفي سنة ما ينقطع نظره ألفي سنة وقد ورد أن أدنى أهل الجنة منزله هو الذي ينظر في ملكه ألفي سنة وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي رجل يعني بعدما دخل أهل الجنة فيقول الله يا ابن آدم ادخل الجنة فيقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول الله يا ابن آدم ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 خمس مرات فيقول رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولدت عينك الله أكبر هذا أدنى أهل الجنة منزلة جاء في صحي مسلم أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة فقال الله هو رجل يجي بعدما يدخل أهل الجنة للجنة الحديث قال يا رب فأعلاهم منزلة هذا أدنى أعلاهم قال أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر يعني ما يمكن يوصف نعيمهم ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون نسأل الله الكريم ألا يحرمنا ووالدين وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من هذا النعيم الكريم ثم لما ذكر الله ما يأكلون وما يشربون قال الله عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق لباس أهل الجنة فيها الحرير كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير السندس اللي هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس وزيادة على ذلك وحلوا أساور من فضة هذه صفة الأبرار أما المقربون فكما قال الله في سورة الكهف يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها قال في سورة غافر يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال في سورة الكهف من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقة وقال يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ولما ذكر سبحانه زينة الظاهر بالحرير والحري قال بعد ذلك وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني يطهر بواطنهم من جميع الشوائب من الحسد والحق والغل والأذى وسائل الأخلاق الرديئة كما قال علي رضي الله عنه إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنهم ألهموا ذلك فيشربون من إحداهما فيذهبوا الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم فأخبر سبحانه بحالهم بحالهم الظاهر وبجمالهم الباطن فقال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يعني يقال لهم هذا من باب التكريم لهم ومن باب الجزاء والإحسان إليهم كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقال ونودوا أن تلكم الجنة وأرثتموها بما كنتم تعملون وقال وكان سعيكم مشكورا جزاءكم ربكم جل وعلا على القليل بالكثير لأنه سبحانه من أسمائه الشكور والشكور هو الذي يضاعف القليل من العمل حتى يكون كثيرا ويجزي عباده المؤمنين ثم توجه الخطاب بعد ذلك في ختام السورة إلى القرآن الكريم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بيّن الله تعالى منته وفضله وآلاءه على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيما أنزله من هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم فقال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك اصبر لحكم الله عز وجل بما أكرمك بهذا القرآن واصبر على قضائه وقدره وعلى طاعته ولا تطع منهم آثما أو كفورا لا تطع منهم آثما من هؤلاء منافقا ولا كافرا ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال بعضهم فسرين أو بمعنى الواو يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة أول النهار وآخر النهار كما قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال بالغدو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وقال سبحانه وتعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكقول تعالى يا أيها المزم القم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ويدخل في قوله تعالى وسبحه ليلا طويلا يدخل في هذا صلاة العشاء والوتر وصلاة الليل ثم أنكر جل وعلا على الكفار ومن أشباهم في حب الدنيا والإقبال على الدنيا والانصباب إليها وترك الآخرة والإعراض عنها وجعلها وراء الظاهر فقال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيل اللي هو يوم القيامة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم يعني شددنا خلقهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم أعدناهم خلقا جديدا وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أو وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إن هذه تذكرة هذه السورة تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعني طريقا ومسلكا يهتدي به إلى الله سبحانه وتعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ثم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني لا يقدر أحد أن يهدي نفسه وفي هذه الآية رد على طائفة يسمون بالقدرية الذين يرون أن العبد يخلق فعل نفسه فالله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فهو عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية فيبسل له أسبابها وعليم بمن لا يستحق ذلك فيغلق عنه أبواب التوفيق إن الله كان عليما حكيما ثم قال يدخل من يشاء في رحمته فويهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبهذا قال عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين وأن يعيذنا وإياكم من طريق الظالين وأن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر